اشتركوا في القناة والاهل اول نادي افريقي يتدرب على ملاعب النجم والاهل يختم تدرباته اليوم استعدادا للنجم الساحل الله عليك يا حبيب والديك يا مطريك يا مطريك ودعني يا مطريك الله 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 يا مركة ملك الحركات بالتاقي يسلم هذه الخشبة كأس فلقية مبروك 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 لقاء التحقيق من الارقام الخياسية اهلا بكم مجددا والى التفاصيل وجه المهندس محمود طاهر رئيس مجلس ادارة نادي الاهلي الشكر الى مسئولي النجم الساحلي خاصة الدكتور جلال كريفا نائب رئيس النادي تونسي على حسن الاستدافة بسيسا وقال طاهر ان الاهلي يتلقى افضل معاملة من نادي النجم الساحلي بعد ان خصص الاخير المنصق صفيان الواردي للتوابط بشكل دائم مع بعثة الاهلي وتلبية كافة احتياجات اللاعبين والجهاج الفني فيما يخص الاقامة والانتقالات والتدريب واشر طاهر الى حسن العلاقات بين الناديين مؤكدا ان الفريق التونسي سيجد المعاملة بالمثل في لقاء العودة الاهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف في مساء غد الاحد بملعب سوسة في ذهاب نصف نهائي دور ابطال افريق قال المهندس محمود طاهر رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في سوسة ان مباراة النجم الساحلي غدا الاحاد قوية وهم الفريقين وتعد اقوى من مباراة الترجي التي تخطها الاهلي الاسبوع واضف طاهر المباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير نظرا لشعبية النجم الكبيرة في مدينة سوسة ومن ثم سوف تشهد المواجهة حمسا اكبر من مباراة الترجي وابدى طاهر ثقته في تركيز لاعبي الاهلي الكبير وتحملهم المسئولية في المباراة مثلما تحملوها في مباراة الترجي واشدد طاهر على ان اللاعبين والجهاز الفني للاهلي يملكون دوافع قوية للوصول للنهائي من اجل تحقيق الهدف الاكبر لجمهور الاهلي بالحصول على الكأس الافريقية للمرة التاسعة في تاريخ النادي والعودة للمشاركة في كاس العالم للانبية موسيقى اكد محمود طاهر رئيس مجلس ادارة نادي الاهلي انه حرص على الحضور مجددا الى دونس لتولي رئاسة بافة الاهلي في سوسا حتى يكون بجوار الفريق في هذه المباراة المهمة وللتأكيد على ان حضوره يعد تعبيرا عن فقاته الكاملة في فريق الاهلي وقدرته على تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة الغد امام النادي واضف الطاهر ان تواجده في سوسا ممثلا عن مجلس ادارة النادي يشير الى مدى حرص مجلس الادارة على دعم الفريق خاصة في الاوقات الصعبة لفتن الى ان مجلس الادارة ومن وراءه الملايين من جمهور الاهلي يدعمون الفريق رغم الصعوبات الكثيرة قال الدكتور جلال كريفة نائب رئيس النجم الساحلي ان الاهلي يتمتع بعلاقات ممتازة مع نادي النجم الساحلي على مستوى المسؤولين والجمهور واضف كريفة ان الاهلي هو اول نادي افريقي يتدرب على ملعب نادي النجم بسوسا قبل 48 ساعة من مواجهة النجم الساحلي مؤكدا ان هذه المعاملة الخاصة جاءت ردا على المواقف الطيبة للاهلي مع الفريق التونسي نتابع في تقرير التالي لقاء جلال كريفة نائب رئيس النجم الساحلي مع قناة النادي الاهلي مستمرين معكم مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان وفي هذه اللحظات معي لقاء هام جدا مع نائب رئيس نادي نجم الساحلي دكتور جلال كريفة برحب بك في البداية طبعا مباراة قوية جدا ومهمة جدا ما بين الاهلي والنجم الساحلي في دور نصف النهائي كلمنا عن الأجواء هنا قبل المباراة زي احنا شايفين الأجواء حماسية لكن استعدادات فريق النجم الساحلي لاستضافة هذه المباراة اهلا وسهلا بكم اهلا مرحبا بكم في تونس البعثة العالمية للنادي الاهلي النادي الاهلي وكل المسؤولين ورئيس النادي والوفد المرافق مرحبا بكم في تونس مرحبا بكم في سوسا هذا معناها شرف لنا باش نشوفوكم بناتنا واحنا والله يفرحانين بوجودكم هذه اول حاجة ثانية حاجة العلاقات بين النادي الاهلي والنجم الساحلي علاقات كبيرة جذورها في التاريخ من سنوات عديدة والعلاقات طيبة مع مجلس الادارة ومع المسؤولين ومع كل المناهل اللي عندهم انتماء للنادي الاهلي والحمد الله ولقاءات بين النجم الساحلي والنادي الاهلي دائما لقاءات كوروية شيقة لانهم زوز فرق كبار زوز عائلات عريقة في كورة القدم فبالتالي انا حسب رأي الماتش هذا اعتبره دربي دربي لانه يجمع زوز فرق من شمال افريقيا النجم الساحلي والاهلي المصري هذه مباراة ذهاب مازالت مباراة عودة مباراة بين الاهلي والنجم دائما مباراة تكون صعبة ما تكونش مباراة سهلة تتلعب على جزئيات والتحضير فيها يكون دائما تركيز كبير بالنسبة للنادي الاهلي وبالنسبة للنجم الساحلي فبالتالي تكهن بالنتيجة صعب والمهم تكون مباراة خاتني بسرعة اوه في المباراة نشكرك على الاستضافة الجيدة جدا لبعثة النادي الاهلي بصراحة موفرين كل عوامل الجيدة التي تساعد النادي الاهلي طبعا انه تكون مباراة جيدة ان شاء الله مابين فرقتين مستوى فني ان شاء الله يكون عالي نشكرك على الاستضافة الجيدة بالنسبة للبعثة شكرا على وجب واجب لان كما قتلك في بداية الحديث علاقتنا بالنادي الاهلي علاقة كبيرة وتقريبا تقول فرقتين متوقمين يعني فبالتالي نفس الشيء احنا لما نسافر لمصر ونلاقي النادي الاهلي المعاملة دائما تكون على احسن ميرام وحتى لو نلاقي فريق مصري اخر دائما اخواننا واصحابنا في ادارة النادي الاهلي والنادي الاهلي ساعدونا وسهلونا للاقامة في مصر فبالتالي اللي عملناه هذا واجب واللي عملناه شي قليل من كثير واحنا ان شاء الله اذا نقدر نعمل احسن نعمل لان النادي الاهلي ساهل الناس محترمين وفريق محترم فبالتالي هذا هو المطلوب مباراة مباراة صعبة جدا الاهلي ان شاء الله مستعد استعداد قوي جدا اكيد متأكد ان فريق النجم الساهلي ايضا مستعد استعداد جيد للمباراة دي والروح المعنوية عند الفرقتين عالية المباراة بق شايفة ازاي انا قتلك قتلك الاسقبال والظروف الاقامة والعلاقات هذه حاجة والتنافس النزيه الرياضي يكون في الميدان بين نزوز فرق من احسن فرق موجودة في افريقيا من اكثر الفرق تتويجا بالاقاب الافريقية ولهذا مشاول مرة نواجه احنا النادي الاهلي وبعدين الوصول الفرق للمربعة الذهبة هذا يدل على انه فرق جامدة وفرق قوية وفرق متهيئة ومتحذرة والتحذير كما قتلك بالنسبة للمباراة هذه هو نصف نهائي رابط الابطال الافريقي فبالتالي تحذير يكون تركيز وتحذير وكل جوانب معناها التي تهم المباراة الجهاز الفني هو الاهباء احنا كادارة وكمسؤولي مجلس ادارة في النادي موفرين كل الظروف الطيبة للفريق وان شاء الله تتعدى مباراة في روح رياضية عالية ويوريونا الزوز فرق هذا من الاثنين اللي احسن فرق في افريقيا نعود نأكد عليها يوريونا كورة كما تقولوا في المصري كورة كويسة كورة نظيفة يخلي العالم الكل اللي يتفرج فينا يتمتع بها جمهور الاهلي وجمهور الناجم والناس اللي تتفرج في القنوات الفضائية وبالتالي ان شاء الله يكون هو مثل العرس الكورة ان شاء الله يكون ناجح على احسن ما يرامه على كل المستويات تنظيميا وكورويا وفي الاخر النتيجة المولى سبحانه وتعالى هو اللي يحددها عايزين ما نتكلم عن الجمهور والحضور ان شاء الله اللي حيحضروا المباراة عدد الجمهور حيكون قد ايه والترتيبات الامنية الخاصة بالمبراجة احنا العدد المسموح به 15000 متفرج في ملعب سوسة لامور امنية الملعب اعتقد بيشيل 24000 الملعب يشيل 24000 لكن لظروف امنية واسباب امنية 15000 تذكره وضعت وضعت على ذمة الاحباء ومنها 1000 تذكره بالنسبة للاحباء النادي الاهل احنا مش نوفر تذاكر للاحباء ومرحبا بالاخوة المصريين اللي يجيوا مش يتابعوا المباراة في الملعب وعنا ترتيبات امنية كلها على احسن ميرام وفي مكان مخصص للجمهور الاهلي وفي حماية لهم في دخولهم وخروجهم من الملعب وان شاء الله ما فيش ولا مشكل ولا مشكل وما يصيرش ولا مشكل وعنا في التجربة صارك بل وجانا للاخوة المصريين وتفرجوا روحوا والبلادهم سالمين امنين قبل عودة الاخبار من جديد عقد المهندس محمود طهر رئيس النادي الاهلي جلسة خاصة مع الكفتن حسام البدري المدير الفنية لفريق الكرة وسيد عبدالخفيز مدير الكرة صباح اليوم بفندق الاقامة في مدينة سوسة التونسي وحرص طهر على الاطمئنان على احوال الفريق وجهزية اللاعبين لمواجهة النجم الساحل غدا وايضا معرفة اي طلبات للجهاز الفني من اجل توفيرها قبل المباراة حتى يكون الفريق في كامل تركيزه للمباراة واكد طهر البدري وعبدالخفيز ثقته الكاملة في قدرات الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتيجة ايجابية في لقاء الغد يختتم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاهل تدريباته في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت تونس السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على الملعب الاولمبي في مدينة سوسا والذي يستضيف مواجهة الفريق امام النجم الساحلية التونسي غدا في ذهاب نصف نهائي دور افطال افريقيا وكان الفريق قد تدرب خلال الايام الماضية بتونس العاصمة وعلى الملعب الفراعي لاستاذ المنزى وملعب الجامعة قبل ان تنتقل البعثة الى مدينة سوسا يشارك في التدريبات جميع اللاعبين المتواجدين في بعطة الاهل باستثناء حسام عشور والمصاب في الرباط الداخلي للركبة واحمد الشيخ والذي يعاني من اجهاد شديد في عضلات الضهر يعقد الاجتماع الفني لمباراة الاهل والنجم الساحلية في ذهاب الدور نصف النهائي من بطول الدور افطال افريقيا في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت تونس السادسة بتوقيت القاهرة يحضر الاجتماع سيد عبدالخفيز مدير الكرة بالاهل والكابتن سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية وسعيد احمد اداري الفريق بالاضافة الى ثقم الحكام ومراقب ومنسق المباراة ومن المنتظر ان يتم شرح كافة التفاصيل المتعلقة بلقاء وموعد حضور الاهل والنجم للملعب الاولمبي بسلسة والذي يستضيف المباراة وكل الامور التنظيمية الخاصة بالحضور الجماهيري والتعليمات الصادرة من حكام المباراة اشتركوا في القناة يعقد حسام البادري المدير الفني للأهل مؤتمرا صحفيا بعد قليل الحديث عن مواجهة الاهل والنجم الساحلي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطول الدوري ابطال افريقيا والمقرر لها السابعة والنصف من مساء غادل احد بتوقيت القاهرة ويتحدث البادري خلال المؤتمر عن اهمية المواجهة امام النجم الساحلي ومدى صعوبتها خاصة وانها تأتي بعد مواجهة الترجي في الدور ربع النهائي يعقد حسام البادري المدير الفني لفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهل محاضرتين فنيتين اليوم السبت لشرح بعض الجوانب الفنية لللاعبين والتي سيتم تطبيقها في مباراة النجم الساحلي المقبلة اقيمت المحاضرة الاولى في الساعة الثانية عصرا بتوقيت تونس الثالثة بتوقيت القاهرة عقب تناول اللاعبين لوجبة الغذاء وقبل الميران الرئيسي للفريق فيما تقام المحاضرة الثانية عقب تناول اللاعبين لوجبة العشاء وكان البادري قد عقد محاضرة فنية امس الجمعة شرح خلالها لللاعبين مواطن القوة والضعف في المنافس حيث مراقب مباراة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي والنجم الساحلي على زيارة بعثة الاهلي اليوم في مدينة سوسا التونسية للاطمئنان على كفة الترتبات الخاصة بلقاء الاهلي والنجم الساحلي غدا في ذهاب نصف نهائي دوري الابطال وعقد مراقب اللقاء جلسة سريعة مع سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي للاستفسار منه عن كفة ترتبات المباراة والتأكد من قيام نادي النجم بتوفير مرافق خاص لبعثة الاهلي وايضا كفة الترتبات المتعلقة بإيقامة الاهلي وملاعب التدريب وسائل الانتقالات موسيقى 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 إدارة المباراة بالنادي الأهلي بزيارة للملعب الأولمبي في مدينة سوسا والذي يصديف مباراة الأهلي والنجم من أجل الاطمئنان على كفة الترتبات المتعلقة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي غدا وأطمئن مهدي على الأماكن المخصصة لبعثة الأهلي في المقصورات الرئيسية وأيضا المدرج المخصص لجماهير الأهلي وبوابها الدخول وخروج الجماهير من الملعب مع التأكيد على أن دخول جماهير الأهلي المباراة سيكون بجوازات السفر مع التذاكر المجانية قال هبار في لعد مدرب فريق النجم الساحلي التونسي أن فريقه سيلعب أمام الأهلي من أجل الفوز فقط ولن نسمح للخصم بتكرار ما فعله أمام الترجي وثقتنا كبيرة في قدرة لاعبين على تخطي عقبة الأهلي في نصف نهائي دور أبطال أفريقيا وقال المدرب الفرنسي شاهدت مباراة الأهلي والترجي جيدا لكن لا أركز على الخصم فقط وكل التركيز على اللعب على نقاط قوة فريقي وأضاف مع مواجهة الأهلي تكون ساعة الحقيقة قد دقت في البطولة الأفريقية وأنا وافق في قدرة لاعبي فريقي على تحقيق المطلوب حذر سيف غزير المدرب المساعد لنادي النجمة الساحلية تونسي لاعبه من السقوط في فخ تسرع وفقدان التركيز في مواجهة غد في ذهاب نصف نهائي دور أبطال أفريقيا وذكرت جريدة الصحافة التونسية أن غزان طلب لاعبه بضرورة الحفاظ على نظفة الشباك في مباراة الذهاب للحفاظ على أمال الفريق في السعود لنهائي دور أبطال أفريقيا للمرة الأولى منذ عشر سنوات قبل خوض مباراة الإياب والمحدد لها 22 أكتوبر المقبل بملعب برق العرب يدرس الفرنسي بارفيلود المدير الفني لنادي النجمة الساحلية التونسي الدفع بثناء المصري عمر مرعي والغيمي الخليل بنجورة في خط الهجوم عندما يلسقي مع الأهل غدا في ذهاب نصف النهائي في مصابقة دور أبطال أفريقيا وذكرت جريدة الصحافة التونسية أن الشكوك تحوم حول مشاركة أمين الشريقي في مباراة الغد حيث تتوقف مشاركته على جهزيته البدنية لخوض 90 دقيقة والخطة الفنية والتي يعتزم مدرب النجم الساحلي تطبيقها خلال مجرية اللقاء أزرت لجنة التنظيم بنادي النجم الرياضية التونسي أمس بياناً وجهته إلى جمهير الفريق الساحلي بخصوص مباراة الغد بين الأهل والنجم في ذهاب نصف نهائي دور أبطال أفريقيا وحسب البيان تقرر بصفة استثنائية عدم استحاب الأطفال إلى ملعب سوسا يوم اللقاء مع غلق الملعب قبل بداية المباراة بساعة كاملة وأوضح البيان أنه لا يمكن اقتناء أربع تذاكر شخص واحد علماً بأن عملية بيع التذاكر انطلقت منذ اليوم وإلى متابعة أخبار اتحاد القرى حيث أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدا أرسل خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في فا يطلب فيه زيادة عدد الحكام في القائمة الدولية وقال عبد الفتاح أنه تم إرسال الخطاب دون تحديد عدد معين للزيادة موضحاً أن قائمة الدولية قد تزيد إلى ثمان أو تسع حكام بدلاً من سبعة فقط وأضاف أن الاتحاد أرسل خطاباً يتضمن أهمية مصر على الصعيد الرياضي في أفريقيا وعدد البطولات التي حصدها المنتخب الوطني في أفريقيا وكذلك الأندية أنا الالتزام دايماً بتعلم بتحرك ببص الأدام بجري مش بس عشان حياتي بحب القرى بطير بحلي وعني أعرف أنا أنت وإلى أخبار الألعاب الأخرى حيث يبدأ الفريق الأول لطرة السلة سيدات بن نادي الأهلي أول لقاءته الرسمية في إطار المنافسات بطولة منطقة القاهرة بمواجهة الطيران ويوجه الفريق خلال البطولة أيضاً فرق الغابة ومدينة نصف الدور الأول وكان الفريق قد فاز مساء أمس على سموحة وديل بنتيجة 86-72 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الأهلي في إطار الاستعدادات الفريقين لامتلاق الدور والمقرر له يوم 13 أكتوبر الجانب فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمي موسيقى 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 رباعية فريقه في الثواني الأخيرة من المباراة الفوز رفع رسيد تتنهام إلى 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً خلف المتصدر منشستر سيتي ومطارده منشستر يونيتد المتساويين بنفس الرسيد بـ 13 نقطة موسيقى موسيقى تجل هاري كن النقم تتنعمل إنجليزي هدفين في شباك نادرس فيل تاون ضمن مباريات القولة السابعة للدور الإنجليزي الممتز وعدل هاري كن رقم نقم منشستر يونيتد السابق وأفضل لاعب في العالم أربع مرات كريستيانو رونالدو الذي سجل 84 هدف في الدور الإنجليزي خلال فترة لعبه مع فريق الشياطين الحمر بين عاميه 2003 و2009 ولعب كن 123 مباراة مع تتنهام وسجل فيها 84 هدف في بطولة الدوري في ملاعب كريستيانو 196 مباراة وسجل العدد نفسه من الأهداف موسيقى موسيقى بدأ بعض لاعبين دي فرشلون الأسباني التفكير في الخروج من قلعة كامتنو خلال فترة الانتقالات الشطوية المقبلة في ظل عدم المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الكتالوني ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين ثنائي باكو ألكسير مهاجن برشلونة وجدار دولوفيو يناح الفريق الكتالوني حيث يريدان الحصول على دقائق أكبر للمشاركة وذكرت صحيفة ماركا الأسبانية أن دولوفيو مستاء من استدعازه في المباريات الماضية خاصة بعد إصابة الفرنسي عثمان دامبلي ويشعر بأن فرصه في المشاركة مع منتخب أسطانيا خلال بطولة كاس العالم بروسيا 2018 قد انخفضت تأكد غياب الأرجنتيني سرتيو أكوارو مهاجم فريق منشستر سيتي الإنجليزية زي عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بسهب الإصابة وتعرض أكوارو لكسر في ضروع إثر تعرضه لحادث سيارة أجرا الخميس الماضي في هولندا وتأكد غياب المهاجم الأرجنتيني عن مباراة فريقه أمام شلسي والمقرر لها اليوم السبت وكان أكوارو قد تعرض لإصابة في الضلع بعد حادث مروري في هولندا عقب حضوره لأحدى الحفلات الموسيقية في العاصمة أمستردام ذكرت صحيفة أعصى الأسبانية أن الولزي جارت بل مجمنادي ريال مدريد لن يتمكن من المشاركة أمام اسبانيول مساء غد الأحد في الجولة السابعة من الدور الأسباني بعد إصابته أمام بروسيا دورتموند في لقاء الجولة الثانية لدور أفطال أوروبا ورغم إصابته سينضم جارت بل إلى معسكر منتخب بلاده ويلز استعدادا للمباريات التي ستخوضها ويلز في تصفيات كاس العالم وأوضحت الصحيفة أن اللاعب خاض 57% فقط من المباريات مع ريال مدريد منذ ضممه للفريق في عام 2013 وغاب عن 9346 دقيقة في ساب الإصابة بنسبة 43% دون خوض 53 مباراة كاملة خلال أربع مواسم مع الفريق يرغب الإيطالي كاللو أنشلاتي مدرب بايرم ينخ المقال من منصبه في خوض تجربة جديدة في عالم تدريب بعد رحيله عن النادي البافاري وذكرت تقارير صحافية إيطالية أن أنشلاتي يرغب في التدريب في بطولة الدوري الإنجليزي حيث ترغب أندية عديدة في التعاقد معه لكنه قد ينتظر لنهاية الموسم لترقب مصير أرسنفينجر مدرب أرسنل وأضفت التقارير أن ويستهام ينايتد يبقى من الأندي التي قد تكون لديها فرصة في التعاقد مع المدرب البالغ من العمر 58 عام وذلك مع قرب رحيل المدرب الكرواتي سلافان فيليش موسيقى 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 انتعشت خزانة فريق كورنثيانز البرازيلي بمبلغ 300 ألف يورو وقراء صفقة انتقال فاولينيو من جوانزو أفرغاندا الصينية إلى برشلان الأسباني مقابل 40 مليون يورو وذكرت صحيف السفورت الأسبانية أن وفقا لقانون الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فإن كل فريق لعب له فاولينيو بين عمر 12 عام إلى 23 عام يحصل على نسبة مئوية من أي صفقة انتقال اللاعب خلال مسيرته الكروية ويحصل الفريق على 86 بالمئة من نسبة صفقة أي 40 مليون يورو وهو ما يوازي 300 ألف يورو موسيقى وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكتروني موسيقى والبدال موابة الأهرام البدري يحذر أزار وأجيه ومتعد من تسرع قبل موقعة النجم الساحل موسيقى من الجمهورية البدري يضع لمسات الأخيرة للخطة وعشور خارج الحسابات موسيقى من المساء المرتدة سلاح الأهلي لمواجهة النجم الساحل موسيقى ومن الوفد الأهلي جاهز لموقعة النجم الساحل غدا موسيقى من المصر اليوم إجراءات أمنية مشددة على بحث الأهلي في سويسا موسيقى ومن الوطن السبور تعليمات خاصة لخماسي الأهلي قبل موقعة النجم موسيقى ومن الشروق تدريبات خاصة لحراس الأهلي على الكرات العرضية موسيقى ومن فيتو البدري يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو الليلة موسيقى من يلا كورة رئيس الأهلي أطالب الجماهير بعدم استعجال الفريق أمام النجم موسيقى ومن دوت مصر مهاجم الأهلي يسافر إلى جنوب أفريقيا اليوم موسيقى موسيقى وقبل ختم نشرتنا مع فقرة زي النهار زي النهار ده في 30 سبتمبر من عام 1966 الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون ردد من الجولة الأولى من الدوري الممتاز موسم 1969-1997 وقيمت المباراة على ملعب مختار التتشب الجزيرة وزجل للأهلي محمدين هدفين وطه اسماعيل هدف موسيقى 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 إلى هنا تنتهي نشرة أخبار أشريتة من قناة النادي الأهلي بمتم في أمان الله موسيقى 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 موسيقى